أكد المهندس طارق الملة وزير البترول والثارة المعدنية على أن قطاع البترول مستمر في تطوير ورفع كفاءة نشاط نقلي وتوزيع الوقود ضمن خطة تحديث القطاع الشاملة الجاري تنفيذها حالياً وتهدف الوزارة إلى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين مع الالتزام بكافة مبادئ السلامة والصحة المهنية وخلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2018 أكد الملة أهمية التزام شركة نقل وتسويق المنتجات البترولية بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتأهيل سائق أسطول النقل ورفع كفاءتهم ضماناً للوصول لأقصى درجات الأمن والسلامة